بالنسبة للنادي الأهلي محمد مجدي أفشا وإحنا هنا من أول يوم قلنا في الإصابة قلنا إن شاء الله محمد مجدي أفشا هيلحق من ورات الترجي الأولى وهيكون موجود محمد مجدي أفشا نزل للتدريبات النهاردة النهاردة بيتسو موسيماني قبل الصفر لتونس عمل تأسيمة أو عمل تدريبة كانت قوية جدا شارك فيها النهاردة محمد مجدي أفشا طول التمرين كان موجود الحمد لله النهاردة بنتطمن على مجدي أفشا النهاردة كان التمرين قوي اللاعب ظهر بشكل جيد من حيث النواحة الطبية هو لائق للمباراة بشكل أو بنسبة 100% طب مشاركة محمد مجدي أفشا متوقفة على بيتسو موسيماني هو صاحب القرار لكن النهاردة لازم نشيد بالجهاز الطب جهاز الطب اللي اشتغل خلال الفترة اللي فاتت منذ يعني إصابة اللاعب منذ مباراة الصبر الأفريقي وبرضه لازم نشيد بمحمد مجدي أفشا زي ما بنشيد بالجهاز الطبي برضه أفشا كان عنده رغبة كبيرة في العودة أو إنه يلحق بالمباراة محمد مجدي أفشا خلال فترة السابقة كان بيتمرن ثلاث مرات في اليوم يتمرن الصبح وبعد الظهر وبالليل جلسات علاج مائي جاري في الملعب خفيف علشان يكون موجود النهاردة في التدريبات فالحمد لله بنطمن جمهور النادي الأهلي إن محمد مجدي أفشا موجود في المباراة طيب بالنسبة للعيب التاني برضه كان عليه جدل أو عليه كلام وهو أصاب الطاهر محمد طاهر في المنتخب الأولمبي وفي معسكر المنتخب الأولمبي برضه نفس الكلام كان فيه تنصيق وفيه تواصل ما بين الجهاز الطبي في النادي الأهلي والجهاز الطبي فيه المنتخب الأولمبي طاهر محمد طاهر برضه الشارك النهاردة في التدريب كاملا ظهر بشكل جيد وطاهر محمد طاهر برضه موجود في المباراة حابب برضه أقول لحضراتكم قائمة الاهلي يعني هتكون موجودة في مباراة الترجي في حراسة المرمى محمد الشناوي علي لطفي مصطفى الشبير خط الظهر علي معلول محمود وحيد ايمن اشرف ياسر ابراهيم بدر بنون وسعد سمير رامي ربيعة واحمد رمضان بكهم حمد فتحي وقاليو ديانج وعمر السلية واكرم توفيق وليد سليمان واحسن الشحات ومحمد مجدي افشا وناصر ماهر ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر واجايه ومحمد شريف صلاح محسن والتر بواليا بعثة الناد الاهلي وانا بكلم حضراتكم دلوقتي وصلت وصلت تونس بسلام الله